السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب اليوم حنواصل ان شاء الله في بقية الشرطة الرقم 7 اللي هو عن مانو Distributed Forces Moments of Energy طيب المحتوى متاع المحاضرة الثانية من الشرطة الرسابة هذا هيكون شرح لمثال مبسط على Moment of Energy طيب المحتوى متاع المثال هذا اللي هو هيكون يعني المستطيل هذا اللي هي لبحاد متاعه البي على المحور اكس والاتش على المحور واي السؤال عاوزين يعني من خلال الشكل المستطيل هذا نجيب يعني Moment of Energy حول المحور اكس والمحور واي حنبدأ بأول شيء المحور اكس بما نحن نشتغل على المحور اكس يعني اللي هو هذا المحور هذا طبعا لازم نقسم يعني الريكتونجل هذا الى الزاء بتكون يعني موازية الى المحور اكس هذا طيب التقسيم حيكون يعني أفوقي زي ماكم شايفين الدي اي هذي الاليمنت هذا طبعا الطول امتاع الاليمنت هذا اللي هو الطول هذا الى venues والورد امتاعه والي هو جزء صغير من الواي حنسميه dy على علشان كده الدي اي هتكون البي في flaws يعني هذة هية المساحة امتاع الاليمنت هذا طبعا المسافة ما بين اي movement هذا اللي هية المسافة واي على المحور اكس يعني على طول الاي اكس هتكون التكامل متع y2 di طبعا ال-y اللي هي هذه وال-di اللي هي ال-element طبعا حنعوذ القيمة متعة di بالقيمة متاحة اللي هي b dy هذه هي b dy اللي هي di طبعا المتغير متع التكامل هذا اللي هي dy طبعا ال-y تتغير من 0 إلى ال-h طبعا عشان كده هي من 0 إلى ال-h التكامل متعة y2 طبعا هيكون هو ثلث y تكعيب يعني هي شايفين ثلث y تكعيب نعوذها بال H بتكون ثلث ب H تكعيب يعني هذه هي قيمة يعني اللي هو العزم حول المحور X بالنسبة لل I Y نفس الشيء يعني حنقسم الركتنجلر هذا إلى الزاء بتكون يعني موازية للمحور Y هذه هو المحور Y هذه هي الأزاء وهي المحور Y هذه هي المسافة بين المحور Y اللي هي المسافة X طبعا ال D A هتكون الطول هذا اللي هو H في العرض هذا طبعا اللي هو المحور X اللي هو DX يعني ال D A هتكون HDX طبعا ال I Y بتكون يعني قيمتها التكامل من متعة X square DA طبعا هذه هي ال X وهذه DA بنعوذ قيمة ال D A بال HDX بتكون هذه هي ال D A طبعا المتغير متعة التكامل هذا اللي هو ال X اللي هي تتغير من الزيرو إلى ال B بنعوذ من الزيرو إلى ال B طبعا التكامل متعة X square هي والثلث متعة ال X تكعيب بنعوذها بال B تصبح ثلث HB تكعيب يعني هذه هي قيمة ال I Y يعني هذه هما ال I Y وال I X طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله يعني في محاضرة قادمة نواصل بقية الشبتر هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة